قصف جوي عنيف يستهدف عاصمة إقليم تيجري ميكالي بعد نفي الإعلام الرسمي الإثيوبي ليؤكد شن الجيش غارات على إقليم تيجري مصادر محلية في تيجري أكدت أن غارات سلاح الجو الإثيوبي أصابت العديد من المدنيين وضع أمني وعسكري يزداد سوءا في إقليم تيجري توازيه كارثة إنسانية حيث حذرت الأمم المتحدة مؤخرا من أن نحو 400 ألف شخص في تيجري يعانون من المجاعة فيما أفاد المدير الإقليمي لشرق إفريقيا في برنامج الأغذية العالمي مايكل دانفورد من أن خطر مجاعة يهدد المدنيين في إقليمي عفار وأمهر بسبب النزاع أما فيما يتعلق بإيصال الإمدادات الإنسانية إلى إقليم تيجري فلا يزال مقيدا بشدة عبر طريق الوصول الوحيد البري من منطقة عفار إذ دخلت منذ الثاني عشر من يوليو حوالي 900 شاحنة إلى تيجري وهو ما يمثل 14% فقط مما هو مطلوب لدخول المنطقة بحسب أرقام منظمات أممية واندلعت الحرب في تيجري في نوفمبر بين الجيش الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيجري مما تسبب في مقتل الآلاف وأجبر أكثر من مليونين سماع على النزوح